يوم الرئيس عبدالفتاح السيسي وكما تبعنا صباحا هذا اليوم افتتح مجموعة من مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة خلال الافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي قد دعا للتكاتف من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية ووقف التعديات والبناء غير المخطط عليها خلال الافتتاح هذه المشروعات للمناطق غير الآمنة بتوفير مساكنة بديلة شدد الرئيس السيسي على حتمية تقديم الوعي للمواطن باعتباره أهم عنصر لإنهاء ملف البناء غير المخطط على الأراضي الزراعية وغيرها من البناء العشوائي كما أكد الرئيس السيسي أن الدولة تجادة في توفير السكن الملائم للمواطنين من خلال إقامة هذه المشروعات ينضم إلينا الآن في الستوديو الكاتب الصحف الأستاذ خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار أستاذ خالد أهلا وسهلا أهلا بك سأبدأ مع حضرتك من حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بتعهد الدولة ببناء ثلاثة ملايين واحدة سكنية جديدة رغم كل ما أنجزته الدولة في هذا الملف وكان التقديم مفاجئ حتى الرئيس السيسي قال الحكومة نفسها تستعجب من أين استأتي بالقدرات لتنفيذ هذا المشروع لكن عليها التزام بتقديمه الحقيقة يعني خلينا أبدأ معاك أنه وإحنا موجودين النهاردة في فتاح المشروعات الحقيقة كانت حاجة يعني مسيرة جدا للسعادة أن بلدنا وصلت لده والرئيس أكد فأكتر من جملة هو بيتكلم يعني أنه بيشكر ربنا لأنه ده توفيه ربنا في الأساس محدش كان يتخيل أنه مصر ممكن يحصل فيها ده محدش كان يتخيل أنه مصر ممكن تقضي على العشويات الخطر إحنا من هذا ده بنتكلم أن الحمد لله باش عندنا عشويات خطر 52 ألف أسرة بالكامل تم نقل 85% منهم والباقيين راحوا مساكن بديلة لغاية لما يتم الانتهاء من بنا المساكن بتاعتهم فأحنا بنتكلم عن إنجاز الحقيقة ما تخيلناهش ولا تتخيل سعادتنا وإحنا بنشوفه النهاردة على أرض الواقع لما الرئيس اتكلم أنه مش نص مليون لا إحنا عايزين كمان مليون وبعد كده قال 3 مليون ولما بنتكلم على كل مليون واحدة سكنية بتحتاج من 500 ل600 مليار جنيه فإحنا بنتكلف على تكاليف ضخمة جدا لكن الدولة ملتزمة وإحنا ما عاهدناش مع الرئيس السيسي الحقيقة من ساعة ما وصل للحكم من 7 سنين أن الدولة بتقول كلمة والرئيس بيقول كلمة وبتتحققش كل كلمة تقالت بتتحقق على أرض الواقع كلها كانت أحلام والرئيس قال النهاردة ليه ما نحلامش ليه ما نحلامش بلدنا تبقى أحسن بلد في العالم الأحلام بتتحقق وإن شاء الله 3 مليون واحدة يتحقق جزء من حديث الرئيس السيسي حتى في التفاصيل الدقيقة المرتبطة بالطبيعة البنائية لهذه الوحدات الشقة ما تكونش غرفتين غرفتين هيستعملهم إزاي ساكنها كل الوحدات التي تنفذ تنفذ ثلاث غرف انخراط رئيس الدولة في تفاصيل دقيقة إلى هذا الحد مش يعني إسقاط الفريضة فقط من على الدولة بأن تكون قد وفرت الوحدة لكن وحدة باشتراطات معينة عشان كده الرئيس شاور في العرض على لما كان اللي هو يهاب الفارد بيعرض شاور في العرض على عمرات عديمة مبنية كانت مبنية بنظام القطين بس وقال إن السكان بيعملوا قوضة زيادة وبيطلعوا بيها من تحت الفوق كمان فليه مدام الناس محتاجة والناس ما فيش حد هيقدر يعيش فيها من ثلاث قوض ليه ما نعمل لهمش إحنا الثلاث قوض ويأخذوا الثلاث قوض جاهز على الأقل بعد كده الشكل ما يتغيرش والوحدات نقدر نعمل لها صيانة كاملة الحقيقة الرئيس مش بس في المشروع ده في كل المشروعات الحقيقة بنشوفه بيتابع كل التفاصيل وبيتكلم في أدق التفاصيل والاجتماعات يومية لا تنقاطع مع كل الوزراء وفي كل وزير بيناقشوف ملفه بكل تفاصيل ومع الهيئة الهندسية وقيادات القوات المسلحة اللي بيشاركوا بجهد كبير جدا في التنمية الحقيقة كانت الدولة محتاجة في الوقت ده ولسه محتاجة المتابعة الدقيقة دي الأدق التفاصيل السبب الرئيسي في النجاح اللي مصر عملته للنهار ومهتم للنهار أنه يتابع كل التفاصيل وممكن في أي لحظة سبعة الصبح سبعة بالليل يتصل بيه عشان يسأل علي تفاصيل كل واحد بيشتغل وبيبزل أقصى جهد وأعتقد أن ده يسير لمناصرات النجاح مصر في تحقيقها المعجزة اللي حقيتها في السبع سنة بمناسبة الحديث أو استعمال تعبير المعجزة في أكثر من مناسبة الرئيس عبدالفتاح السيسي إما يتحدث مباشرة أو يطلب من المتحدث استعراض الصورة قبل والصورة بعد في بشير الخير الرئيس السيسي قال أنا كنت قائد المنطقة الشمالية وكنت أمر إلى هذه المناطق أو لغط العنب كما كانت تسمى وأقول مستحيل أن يكون المواطن في مصر يتحمل هذه المعيشة التي لا يمكن أن تنتج بناء سوي صالح للمواطنين الصورة قبل وبعد تفسح عن طبيعة ما حدث ما الذي جرى أهل مصر لكي تضع الصورة الحالية قياسا بمكانة علي الحقيقة ده ظهر كمان قوي في العرض بتعوزين الإسكان لأن العرض بتعوزين الإسكان كان فيه بشكل واضح جدا الصورة قبل كانت قدي صورة مأسوية ومحزنة لنا جميعا وإحنا كلنا مش نسين يعني كنا بنتعير في العالم كله بالعشوائيات وبالمناطق الخطر وإن الشعب المصري إزاي يعيش في هذا المستوى في هذا العيشش وإن دي بتفرخ المجرمين وبتفرخ الإرهابيين ومحزنة حتى توصيف المنزل لم يكن لا أقبل ما كانتش منازل وما كانش فيها أي نوع من أنواع الحياة الكريمة ولا الحياة الأدمية كمان